البلدة هي حوش السيد علي وتحديدا هي في الهربن ولكن بمقابل حوش السيد علي هناك عدد من البلدات والقرى منها الزيتة المطربية النصرية في تلك المنطقة وقعت الغارات المعلومات الأولية تتحدث عن غارتين ما بين الزيتية والمطربية وأيضا عن غارة باتجاهها النصرية المجموعة العام تقريبا للغارات حتى هذا التوقيت هي أربعة من الغارات كان الطيران الحربي الإسرائيلي حلق منذ ما يقارب تقريبا قبل هذه الغارات بحوالي 20 دقيقة وعلى مستويات متوسطة ومنخفضة فوق البقاع الكل راقب وشاهد ذلك ذهبت هذه الطائرات إلى أقسى البقاع وتحديدا فوق الهربن نفزت هذه الغارات من فوق البقاع الشمالي باتجاه هذه الأراضي الآن سيارات الإسعاف تتجه من الأراضي اللبنانية لأن المنطقة متداخلة مع بعضها البعض باتجاه الداخل البعض يتحدث سريعا عن وقوع إصابات ليس هناك من معلومات دقيقة ولكن في الفترات الماضية وتحديدا في تلك المنطقة والتي تسمى بالمعابر الغير الشرعية لأنها منطقة مفتوحة متداخلة هي تصل بعد ذلك إلى مدينة القصير السورية نفزت طياران الإسرائيلي في الفترات الماضية عدة من الغارات وتحديدا باتجاه خزانات الوقود التي كانت في تلك المنطقة وما تسمى بالبورة أي منطقة تقف فيها هذه الخزانات وتنتقل ما بين الأراضي اللبنانية والأراضي السورية وهي بطبيعة الحال أهداف لأنها تابعة وتحديدا لوحدات النقل والتخزين لحزب الله وتعمل على هذا الطريق